الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج رياض الصائمين أخواني الكرام أخوات الكريمات ربنا جل وعلا ذكر في محكم بكتابه الكريم أن هناك حكم ومقاصد عظيمة للصيام فمن مقاصد الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا جاءت الأحاديث الكثيرة في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تبين هذا الأمر لذلك تعزز الأخلاق الطيبة الحسنة من حكم ومقاصد هذا الشهر المبارك عنوان هذه الحلقة هو حفظ اللسان في شهر رمضان أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة ونعود عليكم بعد هذا الفاصل أنتظروا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وكما ذكرنا لكم عنوان هذه الحلقة هو حفظ اللسان في شهر رمضان المبارك لا شك أن المسلم عليه أن يحرص في هذا الشهر المبارك على اقتنام الفرص يتعرض إلى نفحات الله سبحانه وتعالى يكثر من العمل الصالح كذلك يبتعد عن الأعمال السيئة من كبائر الذنوب وغيرها التي حرمها ربنا جل وعلا للأسف أن البعض يظن أن الصيام في شهر رمضان إنما يكون عن الطعام والشراب ونقول لهؤلاء أنهم ما فقهوا ولا عرفوا حكمة شهر رمضان ولا عرفوا مقاصد شهر رمضان المبارك كما ذكرنا قبل قليل يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا قال جل وعلا لعلكم تتقون إذن المطلوب بنا في هذا الشهر هو أن نتق الله جل وعلا المطلوب بنا في هذا الشهر أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى ونقول هل تقوى الله عز وجل تكون في المعاصي تكون في السب تكون في الشتم تكون في اللعن تكون في الكلام الغير لائق الذي يصدر من البعض سواء يصدر من الإنسان أو يصدر يعني ما تخطه يده خصوصا مع التطور الحادث الآن في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية بضغطة زر تصل هذه الكلمات إما كلمات جميلة ورائعة تحس على الخير والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير له كأجر فاعله وإما أن تكون كلمات سيئة فتصل إلى مشارق الأرض ومغاربها فيسمعها المئات أو الآلاف بل والله قد يسمعها الملايين لذلك علينا أن نستعمل أنفسنا في طاعة الله في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر إذن مرة ثانية نقول هذا الشهر هو شهر المحاسبة هذا الشهر هو شهر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الشهر هو شهر شهر القرآن شهر الذكر شهر الدعاء وكذلك هذا الشهر هو شهر تربية النفوس على طاعة الله وأن نعصم ألسنتنا من الكلام الغير لائق أخواني الكرام كيف يصوم هذا اللسان اللسان من أهم الجوارح ومن أخطر الجوارح التي تنطق بكلمة الإيمان أو تنطق بكلمة الكفر لعذب الله إذن هو يعمر أو يدمر يصلح أو يفسد هذا اللسان هذا العصو هذا العضو البسيط في الإنسان إذن اللسان يوردك الجنة أو يوردك المهالك أو يغذف بك في النار والعياذ بالله فعلى المرء المسلم أن يربي نفسه على الكلمة الطيبة على الأخلاق الحسنة على الأخلاق الفاضلة يتجنب سيء الكلام أن يكون قدوة مع أهله مع زوجته مع أولاده مع من يعمل معه في البيت في الشركة في المؤسسة مع الجيران في وسائل التواصل الاجتماعي لأسف هناك من هو قدوة سيئة لأهله دائما يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله حتى في هذا الشهر المبارك اسمعوا ماذا يقول معاذ رضي الله عنه قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ كف عليك هذا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه فقال معاذ أو أن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد إلا حصائد لسنتهم الله أكبر إذن هذا اللسان يعني إذا استعملته استعملته بالشر فتحصد الشر والعياذ بالله وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخديه أضمن له الجنة رواه البخاري وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله ما في الأرض أحق بطول الحبس من اللسان يريد الصالحون الصيام فيذكرون تبعاته وعقوباته ونتائجه فيصمتون لذلك احذروا أخوان الكرام أخوات الكريمات من استعمار هذا اللسان في الغيبة في الشتم في الكلمة السيئة في غيبة الناس في هدك أعراض الناس والعياذ بالله فلان قال وفلان قالت وهذه الأمور كلها لا شك أنها تجرح صيامك تقلل من أجرك والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من السب والشتم وغير ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده نسأل الله عز وجل أن استعملنا وإياكم في طاعته في العمال الخيرة وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر